السلام عليكم. اليوم سأريكم حل سحري في ريموت المي بوكس. طريقاته تصلح لجميع أنواع الاندرويد تيفي. كما تعلمون في ريموت المي بوكس. لدينا مثلا هذا الزر الخاص بالتطبيقات. ودائما للمهم لدينا زر الهوم بالدائرة. نضغط عليه. نعود إلى الواجهة الأمامية. لدينا ايضا اختصارات مثلا لدينا زر نتفليكس. أنا أريد أن أضيف بعض التطبيقات على اختصارات مهمة جدا. مثلا ندخل على نتفليكس هكذا. فتحت نتفليكس. تابعوا مي جيدا هذه الخدعة إخوان. في زر الهوم سأضغط ضغطتين يفتح معي ديزني. ضغطة مطولة يفتح معي يوتيوب. شاهدتم الحل؟ سحري أبرا كدبرا لهذا الزر. كيف سنقوم بها إخوان؟ لا تذهبوا بعيدا بعد الفاصل. أريكم الخطة السحرية لريموت المي بوت. أهلا بكم مرة ثانية. تابعوا معي جيدا إخوان. سنذهب أول الأمر إلى البلاي ستوري. في البلاي ستوري إخوان تذهبون على خانة البحث وتبحثون عن هذا التطبيق الذي سيقوم لنا بالمهمة السحرية. بوتون أو باطن مابر أو ميبر. إذن هذا هو التطبيق إخوان الذي تشاهدون. هذا هو التطبيق المراد تنزيله موجود على البلاي ستوري إخوان. ندخل على التطبيق بعد ذلك تثبيت. ننتظر ما هي إلا لحظات. ممتاز. إذن إخوان التطبيق طبعا تم تنزيله. الآن نضغط على فتح. أول الأمر إخوان يجب إعطاء إمكانية الوصول لهذا التطبيق. كيف ذلك؟ نذهب إلى أوكي. هنا كما تشاهدون نضغط أوكي. تفتح لنا طبعا خانة خاصة بالبطن مابر أين؟ أين سأعود لأريكم بالضبط أين تجدونها. طبعا ستجدونها إخوان هنا في إمكانية الوصول. إمكانية الوصول كيف نصل لها؟ بتفضيلات الأجهزة في إعداداتكم. بعد ذلك ننزل للأسفل. عادة سيعطيكم الاختصار مباشرة. إمكانية الوصول وهنا سنختار بطن مابر يكون على إيقاف. نقوم بتفعيله كما تشاهدون حسنا. أعطينا إمكانية الوصول لبطن مابر. فكرة هذا التطبيق بأنه يمكنكم من خلاله تغيير في أزرار الريموت. نعطوها كما شاهدتم في أول فيديو. إمكانيات اختصار لديكم عدد كبير من الإمكانيات. لديكم زر النافذة الرئيسية الهوم في أجهزة المي بوكس هو هذا. هو زر الدائرة. هو هذا. وزر الرجوع إخوان في أجهزة شاومي كلها هو هذا الزر اللي بالسهم اللي تشاهده. إذن أضف أزرار ممكن أن تضيف أزرار. يعني لو ضغطنا على أضف أزرار ممكن أن نضيف زر معين مثلا نخصصه. طالما الريموت المي بوكس هي مختصرة ليس فيها أزرار كثيرة. فسنقتصر فقط على هذين الخيارين. وأولهم طبعا زر الرجوع في التطبيق المجاني لن يمكنكم العمل في أي شيء. طبعا هي ميزة إضافية يجب الترقية إلى البرو. طبعا نحن لن نقوم بترقيته. لا شكرا سنختار فقط زر النافذة الرئيسية اللي عليه سنقوم بعمل الشغل الكامل. إذن كيف سنضيفه بكل سهولة. قبل أن أبدأ في الإعدادات. إذا أحد منكم يعني لقى مشكلة قام ب يعني وقعت له مشكلة مع الريموت ومع الجهاز وفقد الاتصال في بعض الأزرار. لأنه وقعت مع بعض الأخوان ورسلوني على الواتساب تقومون بشبكي أي ماوس عادية وتلغون البرنامج وتعيدون العمل. يعني لن لا تخافوا يعني لو قمتم بالضغط على زر معين مثلا لم يعمل معكم. إذن سنقوم بإعداد زر النافذة الرئيسية. نضغط عليه هكذا. نأتي هنا على تعديل. نفاعله. بعد ذلك لدينا مثلا على هذا الزر. هذه الدائرة نقرة واحدة. ولدينا أيضا نقرتين. ولدينا ضغط مطول. النقرة الواحدة هي مخصصة لزر لهم. سأتركها باي ديفولت. لن أغير فيها شيء. نقرتين متتاليتين كما قلنا أنا جعلتها على تطبيق ديزني. يعني نقرتين متتاليتين يفتح لي ديزني. كيف سأقوم بإعدادها؟ نضغط هنا. بعد ذلك إخوان نأتي إلى العمليات هنا. وبعد ذلك نختار التطبيقات. وبعد ذلك سأختار من بين التطبيقات سأختار ديزني. ها هو. كما شاهدون في نقرتين متتاليتين أعطيت الأمر لهذا التطبيق بأنه عند الضغط مرتين يفتح لي ديزني. نأتي على الضغط المطولة. في الضغط المطولة نضغط عليها وأختار أيضا تطبيق آخر. ممكن أن تختيار مثلا بلاي ستور أو أي تطبيق تريدون. تطبيق مثلا خاص بالستريمينج على العمومة. سأختار يوتيوب. أنتم تختارون أي تطبيق يحلو لكم. إذن سأختار يوتيوب. إذن هذه هي الإعدادات التي قمنا بتعديل الضغطتين المتتاليتين بالنسبة لديزني. والضغطة المطولة بالنسبة ليوتيوب. إذن نعود كما قلنا بأن دغطة واحدة هي الهوم. نتركها لأنه لن يمكنكم العودة. مثلا أجرب من جديد. دغطتين متالت تاليتين. ديزني. دغطة مطولة. يوتيوب. دغطة واحدة العودة إلى الزر اللوم. هذه طبعا هي الاختصارات التي قمت بها بالنسبة لهذا الزر. كبونيوس كإضافة بالنسبة لكم. وسيكون هناك درس مخصص لها. مثلا عدد كبير منكم بعض المرات يتطلب مني أستاذ محمد في أجهزة الأندرويد تيفي. خاصة أجهزة شاومي أندرويد بوكس أو المي تيفي سيك أو تلفزيونات أو بعض الأجهزة التي عليها نظام الأندرويد تيفي. كيف يمكننا أخذ لقطة شاشة. كيف نقوم بأخذ صورة معينة. سنحتاجها مثلا في الشروحات. سرسلها لشخص معين مثل الواتسف وغيرها. يمكنني أن أعيد برمجة التطبيق. سأعيد برمجة التطبيق. سنذهب مثلا إلى بطن مي بر. ها هو طبعا. سأعيد برمجة الدقطة المطولة. سأضغط عليها. نخرج من هنا. من التطبيقات. نأتي على العمليات. وأختار كما تشاهدون سأختار سكرين شوت. لقطة شاشة. هاي. والآن أعود إلى زر الهوم. غيرت إمكانية الوصول. وهذه المرة بالضغط المطولة. وشاهدوا ماذا سيحصل بالضغط المطولة. لقطة شاشة. مثلا أريد أن أقوم بعمل لقطة شاشة لنتفلكس. مثلا. لقطة معينة. نتظر أن يفتح معي. ها هي. مثلا لقطة شاشة لهذه. لقطة مطولة. كما تشاهدون. لقطة شاشة. نعود مثلا هذه. لقطة مطولة. لقطة شاشة. نروح مثلا على الإعدادات. أو على هذه التطبيقات. لقطة شاشة. لقطة مطولة. هذه هي إخوان كما نقول هدية في آخر الفيديو. أتمنى إخوان أن يعجبكم الدرس. ودعمونا باللايك والشير. وأيضا قموا بمشاركة الفيديو مع أصدقائكم أحبائي. نلتقي في درس قادم.